بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم. في الفيديو ده نستهل على حضراتكم كيفية استخراج مفتاح الويندوز. سواء انك كنت شاري مفتاح ويندوز اصلي او كان عندك جهاز انت كنت شاريه قبل كده. والجهاز ده لما جالك كان عليه مفتاح ويندوز اصلي. فطبعا لازم انك انت تكون عارف المفتاح ده او مستخرجه عندك بالفعل لسببين اتنين. السبب الاول لو انت هتفرمط الويندوز اللي موجود عندك وهتنزل ويندوز جديد. بالتالي الويندوز الجديد هيطلب منك مفتاح الطنشيط. فلازم انك كنت هتكون عارف المفتاح او بالفعل مستخرجه قبل كده على اساس انت تقدر بعد كده تدخله. على اساس ان الويندوز الجديد يكون فيه مفتاح اصلي وما يطلبش منك طنشيط. السبب التاني انك لو اشتريت مسلا على سبيل المسال كمبيوتر جديد وحابب انك تنقل المفتاح من الويندوز القديم الى الجديد في الكمبيوتر الجديد. فطبعا بنفس الكافية لازم يكون عندك المفتاح او تكون عارفه. فاحنا في الفيديو ده هنوضح لحضراتكم طريقة استخراج مفتاح الويندوز الاصلي الموجود عندك على الويندوز بتاعك. بكل بساطة. من خلال تطبيق بسيط جدا هنزله من متجر مايكروسوفت على الكمبيوتر عندنا. وهنستعرض على حضراتكم انواع الترخيص. وايه هي الترخيص اللي انفع تتنقل من كمبيوتر الى كمبيوتر اخر. وايه هي الترخيص اللي ما انفعش تتنقل ولكن ممكن تعيد استخدامها تاني على نفس الكمبيوتر. بنبتدي نروح لأي متصفح موجود عندنا وبنكتب اسم التطبيق اللي هو الشو كي بلاس تقدر ان انت مباشرة تروح لمتجر التطبيقات وتكتب اسم التطبيق مباشرة هيجيب لك التطبيق. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده الشو كي بلاس. بنبتدي ان احنا نضغط انتر كده. زي ما انتم شايفين كده بنختار الخيار الاول ده بندغط عليها. بعد كده بنضغط هنا على الخيار ده او الحصول بنضغط عليه. بعد كده هنا زي ما انتم شايفين كده بعد تحميل التطبيق بنضغط على الخيار ده اطلاق او اطلاق التطبيق او فتح التطبيق. تقدر انت تفتحه مباشرة من متجر التطبيقات او تقدر ان انت تروح لقائمة وبتلاقي التطبيق موجود عندك في قائمة بالنسبة لي بستخدم نسخة التجربية الحالية. بالنسبة لك لو بتستخدم نسخة عشرة بتفتح قائمة بتلاقي التطبيق موجود عندك في اعلى او في مقدمة التطبيقات المسبتة. بالنسبة لنسخة هنا بضع هنا على وزي ما انتم شايفين كده بنلاقي التطبيق موجود هنا في قائمة التطبيقات المسبتة بنضغط عليه. زي ما انتم شايفين كده مباشرة اول ما بتفتح التطبيق وبضغط زر واحدة بيجيب لك المعلومات الخاصة بالجهاز بتاعك اهمها زي ما انتم شايفين كده عن وبيجيب لك المفتاح الخاص بالويندوز بتاعك تقدر ان انت تاخده دلوقتي سكيرين شوت او تحفظه عندك على الجهاز وبكده تكون استخراجت مفتاح الويندوز بتاعك او بقية تتعارفه وفي اي لحظة انت حابب انك انت تتنزل جديد بكل بساطة تقدر تدخل المفتاح الاصلي بتاعك او لو حابب ان انت تنقله على جهاز تاني بكل بساطة تقدر ان انت تنقله فيه جهاز تاني. دلوقتي نبتhyd cornstered على حضراتكم ايه هي الترخيص او انواع الترخيص? وايه الترخيص اللي ننفع? اننا ننقلها على جهاز كمبيوتر تاني? وايه الترخيص اللي ما نفعش اتنين على جهاز كمبيوتر تاني ولكن تقدر تستخدمها على نفس الكمبيوتر. بنروح لي محرك البحس بنكتب على اساس انه نفتح مواجه الاوامر كليك يمين عليه بعد كده تمام بيفتح هنا بالطريقة دي بنكتب الامر ده مسافة بعدين اللي هي الشرطة ثم بعد كده بنكتب وبعدين تمام زي ما انتم شايفين كده بنضاحز ان نوعية الترخيص الخاص بجهاز والنوعية دي من الترخيص عادية جدا تقدر ان انت تحصل عليها من ماتجر مايكروسوفت او من متاجر بيع مفاتيح ترخيص الويندوز القانونية والترخيص ده تقدر بكل بساطة انك تستخرجه بالطريقة اللي عرضناه على حضراتكم من شوية وتستخدمه التاني عادي بعد الفورمات او تنقله على كمبيوتر تاني وغالبا الترخيص بيكون مرتبط بحساب مايكروسوفت يعني بعد تنزيل الجديد بمجرد ادخال بيانات حسابك بيكون الويندوز منشط دون تدخل منك ولكن تحسبا لايش تقدر انه تستخرجه وتخليه محفوظة عندك او تكون عارفه بشكل منفصل النوعية التانية من الترخيص الو اي ام ودي ترخيص اصلية او اوريجنال بيحصل عليها الشركات المصنعة لجهازة الكمبيوتر الخاصة بيهم والنوعية دي من الترخيص بتصمم على اساس انها تكون مرتبطة بجهاز واحد بشكل دائم يعني ما ينفعش انك انت هتنقلها او تنشط بها اي جهاز كمبيوتر تاني النوعية الاخيرة من الترخيص وهي ودي خاصة بالشركات او المؤسسات بتصمم الترخيص دي للشركات الكبيرة على اساس انها تنشط عدة اجهزة بسيريال واحد فغالبا نوعية الترخيص اللي انت هتلاقيها موجودة على جهازك يا اما او وفي حالة تقدر ان انت اه تستخرج السيريال ده وتستخدمه على نفس الجهاز بعد الفورمات او تنقله في جهاز كمبيوتر تاني اما لو او اي اي ام تقدر ان انت تستخرجه وتستخدمه على نفس الجهاز ولكن مش هتقدر ان انت تنقله على اي جهاز تاني بس كده هدرككم ده كان موضوع الفيديو بكل بساطة اللي هو كيفية معرفة او استخراج مفتاح الويندوز وايه هي انواع الترخيص وايه المفاتيح اللي احنا نقدر اننا نستخرجها وننقلها على اي كمبيوتر تاني بكل بساطة وايه المفاتيح اللي احنا ما نقدرش اننا ننقلها على اي كمبيوتر تاني ولكن نقدر نستخدمها على نفس الكمبيوتر. لو عجبكم الفيديو بتاعنا لايك للفيديو وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.